بخطوات ثابتة تتجه إيران نحو إنتاج سلاح نووي ولم يتبقى أمامها سوى أسبوعين لإنتاج أول قنبلة نووية في تأريخها بحسب تصريح وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون فما كان تحذيرا بالأمس بات واقعا ملموسا اليوم واقع أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز السقف المسموح به ثماني عشرة مرة ليتضح أن إيران أحرزت تقدم لافتا في برنامجها النووي منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 لتثار العديد من التساؤلات بشأن حقيقة تأثير العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي والعسكري المفروض على هذا البلد بسبب برنامجه النووي وأنشطته التخريبية في المنطقة على الجانب الآخر وتحديدا في المعسكر الشرقي فإن الصينة تعد أحد حلفاء إيران الأساسيين أما روسيا فبالأمس كانت تشاطر الغرب رفضهم في أن تحصل إيران على السلاح النووي لكنها باتت تعتمد بشكل متزايد على إيران في حرب أوكرانيا بدليل دفعها طهران لشحن المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ وغيرها من القدرات نحو موسكو بحسب تقارير صحفية غربية وتواصل إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب فيما تأتي تحذيرات البنتاجون بعدما أكد تقارير لوكالة الطاقة الذرية أنها تجري مناقشات مع إيران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى نحو 84% في منشئة فوردو وهي نسبة قريبة جدا من درجة النقاء المطلوبة لصنع الأسلحة النووية ويؤكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن السياق التأريخي لتطوير إيران للصواريخ وقدراتها الحالية والردود الدولية تبين الحاجة الملحة لإيجاد حل دائم لهذه المشكلة وشدد على ضرورة معالجة التهديدات الإيرانية للدول المجاورة من خلال مجموعة من العقوبات لكن بأساليب جديدة فعالة وتتم بتعاون وتنسيق دوليين لمساعدة الدول الإقليمية في التصدي للهجمات الصاروخية الإيرانية وإحباط برنامج طهران الصاروخي على المدى الطويل ترجمة نانسي قنقر